أخر شيء علينا عالي معلول الكلام كله ده هو علي معلول هو أول كابتن لفرقة النادي الأهلي بالنسبة للأجانب أول كابتن لفرقة النادي الأهلي واللتاني كابتن لأن القصة هنا مقسومة نيم عشان كده حصل خلط هل كان فيه شارة اصلاً؟ ولا ما كانوا فيه شارة؟ لأنه لحد بداية السبعينات ما كانوا فيه شارة فكان الحارس الفلسطيني مروان كنافاني في موسم 71-72 ولمدة 9 مباريات هو وكابتن النادي الأهلي في موسم 71-72 لكن دون شار يعني وكابتن النادي الأهلي فلسطيني الجنسية يعني أول أجنبي يبقى قائد للنادي الأهلي كان فلسطيني الجنسية لمدة 9 مباريات ده مروان كنافاني حصل خلط بقى كتير على كابتن شاطة في موسم 82 في مباراة المنصورة تحديدا المعلومة اللي عندي إنه كابتن شاطة خد الكابتن اللي كان جاب بشارة بقى خد الكابتن في المباراة دي بعد تبديله بعد خروج كابتن مصطفى عبدو اللي هو كان كابتن الفريق في المباراة دي ونزول الكابتن شاطة في مباراة المنصورة يمكن كنت طلبت من أحد رصدقاء العزاء يعني يجب لي الفيديو فإن شاء الله الحلقة الجاية نعرضه الفيديو بتاع إن كابتن شاطة هو اللي كان في 82 معاه الشارة بالنسبة لي وحسب ما استوصقته إن هو اللاعب الأجنبي الثالث في تاريخ النادي الأهلي اللي يكون مع الشارة وأخيرا رد على قصة بس كان برضو واحد من الأسماء اللي ترددت بس يوجل بيرتو إن هو واحد من اللاعبها جل بيرتو آه شارت قيادة شارت قيادة النادي الأهلي ولكن في مباراة دي ما أخدش شارت قيادة النادي الأهلي أبداً في أي مباراة رسمياً